مدام الحميد دفينا الماء نبدأ في المكوين الأول اللي قلنا هذا يعني مقبلة هذه المقبلة باش نعطي لهم بكة لمحة يعني فكرة للناس مدام عطينا لهم فكرة نكمل لهم فكرة على عصولها كما قولوا هذا اللي نقدره نقليه وه نقدره نطيبه في الفرن يعني نجينا هذه عادي تقدر التقلى وتقدر تطيب في الفرن اللي فيها مكونات قلنا هنا يا عدنا حوالي قريب 3 كيسان تاع فارينا وعدنا هنا مغير فاتع حميرة الخبز وعدنا هنا يا قرصة ملح وعدنا هنا يا حوالي 4 مغار فتع زيت يعني هذو الشكينون نجي منطموها بالماء يعني طريقة سهلة ندير الفرنة تاعنا ندير الزيت ندير الخميرة ندير هنا يا الملح انت الحشو حد در فيه بسنو هكذا الحشو هذي فيها حشو الحشو هنا يا هنا يا هى الحشو ثاني يكون اختياري لكن هذا با هذى رح يجير بنين يعني الحشو هنا نقدروا شوفينه نقدروا نديره هنا يا باطا طمغلية نقدروا نديره الطن نقدروا نديرو فيونداشية نقدروا نديرو لابولي ااشي يعني كل حشو هوني نقدروا نديرها في البوراك نقدروا نديره اخرى أنا فضلت لهم هذا الحشو اللي هو فيه فروماج رابي فيه البصل أخضر مش البصل هذك اليابس البصل الخضر هذا وعندنا المعدنوس هذو ثلاث مكونات نحن نخلطهم مع بعضهم ونحشي بهم الفروماج وكي نقليهم ولا طيبهم في الفول هذك الفروماج رح يذوب لي لداخل ولا هيعطيني واحد النكرة هايلا يعني نشهي فينا مع الحباح هكذا نخلطوا هذي عاجينا مليح هنا يعني فضلت نخلي الماء هو اللي أخر يعني نخلي الماء ما نقدرش نعطينهم شحال يكون لأنه على النوع يعني الدقيق اللي رح يستعملوه يعني نخلي الماء نجمع بي حتى نتحصلها لعجينة تكون شدها روحا ما تكونش طائحة سايحة ما تكونش يعني يبسع تكون طرييا نقدر نتحكم فيها يعني مش نقدر نفاصلونيها جينة فاصلونيها جينة سهلة نعم أنا نخلط مليح المكونات هذو الجفة اللي هي فيها غير السائل اللي هو كان زيت ربع مغارفتها زيت يعني طريقة سهلة ومقادير سهلة صح؟ لا أسهل من هذا مكاش شفيت شوية درنا زيت درنا خارينة ملت الخطس والملح هذا وش درنا حال مكاش حبابيت هذه ما فيها شربيت إذا كان حبينا ندخلها للفرن نقدر نستعملوا حبابيت لنحن ندهنوا بها الوجه تاعة الحبة نعم وذوك نطموها بالمذافي نطموها بالمذافي نعم حتى نتحصلوها لعجينة ولما نديرو تدريجيا هكدا هذي بسك هذي نخلوها تخمر ما تنفصونيوها يعني سهلة لعجينة تقدر تخبيها في جدا تستعملها ولا لا لا؟ شوفي حاجة لي فيها خاملة الحلوة نقدر نخبيها عالي جدا مش مشكل لأنه خاملة الخبز لأنها عندها وقت إياك كنت تفعلنا بزاف وطول تولي ما عندها حتانة أوكينة في يعني ما عنداش مفعول خلاص يروح للمفعول نعم نعم لكن نقدروا إلى غاردينها في بلاسا مثلا وشنو عندها وقت كما قولوا نحن لا تدباسيش يعني 12 ساعة سواليزون أوكينة 12 ساعة لا يجب أن تدباسيها كما نعرف ونحن يركي بلاك كما نروحوا البيتزالون نصيبوهم حطوا وجدوا البيتزا والعجينة وخلوها ما عندها وقت إياك تفوت الوقت هذاك تقدر تروحي كين مرة جامل صرات كقدر رحتي كليتي بيتزا وصبتي هك شغلية بسا شوية مزاف طيبية صح يقولوا تخرج لها الخميرة تخرج لها الخميرة نعم يقولوا تخرج لها الخميرة هذيك سوف يخلاص تفسد تولي العجينة ما عندها تولي التحليل طيب ومعروف أن الخميرة عملية تخمر وتكون في درجة حرارة صح مرتفعة من شي برده صح لا وقل لك عسها وصي جامي تخرج الخميرة فيفسد المفعول لها لكن عندها وقت برك ونقدروا نخلوها تتخمر حتى ربعة سوايا عالي مثلا هذي ذو كان ونخليها ربعة سوايا نخش عليها بالصح إنفو هذيك تخمرت ما عندهش شاية خميرة وحدة أخرى مفاصلونها لازم نديرها مباشرة طيب ما زل فيش خليها أكثر نعم كما العجينة هنتحصلنا هذي العجينة نقدرون يعني تجي هكذا هذيك ما تقطعليش يعني مليحة هذي العجينة لنحب لنحن تحصلها لها خليها ترتاح غير إنفو تخمر لي نحطها مباشرة نبدأ نفاصلوني باش ننفرسي بيها لفخو ما شدعنا يعني طريقة سهلة سهلة يعطيك صحة شف حسين لا يسلمك حسين مدرسة يعني تتعلمون منه بزاف أمور خاصة تدابيل إذا تفصل الأفكار يوم سبتنا ديك نطيبتنا دابتنا طابق يماني نعم تقول لها من جبت بتكرهون أحكي لليامن قاتلي لالا شف حسين هو اللي أعطاني الزكرة طابق عذاك اليماني لأنه نسافرت اليمن أنا يعني كنت في قلب قلب اليمن يعني في عاصمة اليمن عاصمة الجنوب مارب كنت معهم يعني كنت نشوفهم صحي حضروا بسبب أطباق يمنية يعني تقريبا وكنت مم رحت كان عندي الحظ كنت حظرت في أعراس ثم كان عندهم أعراس يعني مشرت مم لأعراس تحون كيف يحضروا وشن ما أكلت لي حضرهم وكانت عندي لاني باسي كانت عندي حلقة كنت حظرت أكلات يمنية يعني نعم